استدعت اليوم محكمة سيد محمد بالعاصمة الوزير الأول السابق أحمد أويحيا وكذا وزير المالية الحالي الذي شغل منصب محافظ بنك الجزائر سابقا محمد لوكال للتحقيق في قضايا تتعلق بتبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة إذا نذكر استدعت اليوم محكمة سيد محمد بالعاصمة الوزير الأول السابق أحمد أويحيا ووزير المالية الحالي الذي شغل منصب محافظ بنك الجزائر سابقا محمد لوكان للتحقيق في قضايا تتعلق بتبديد المال العام وامتيازات غير مشروع